السلام عليكم الآن أريد أن أكلمكم عن اختبار الرخصة النظري في المدرسة السعودية للسواقة للسيدات لأن كثيرين يسألوني كيف تتجاوزين الاختبار في وقت قليل وبدرجة كاملة أنا تجاوزته خلال ثلاث دقائق بدرجة كاملة فأقول لكم أول شي تحملين هذا التطبيق اللي اسمه RTA دبي وهذا هو شكله ما تحملين تطبيق دلة في بنات كانوا يحملون تطبيق دلة غلط ما تحملين تطبيق دلة تحملين هذا التطبيق تضغطينه أن ننتظره ينفتح طبعا فيه ناس يقولون لما تدخلينه لازم تسجلين دخول لا مو بلازم تسجيل دخول ولا شي بس تحملينه تدخلينه بعدين تضغطين هذه السائقون والتراخيص بيطلع لك تمارين فحص المعرفة هذه تمارين فحص الرخصة تضغطينها تختارين اللغة وتختارين مركبة خفيفة بتطلع لك نماذج اختبارات هذه حرفيا هي نفسها اللي تجي بالاختبار كل ما دربتي أكثر كل ما حليتي صح أكثر وفيه أيضا بيعطونك كتيب إذا أنت من الأشخاص اللي أخذوا 30 ساعة بيعطونك كتيب يكون فيه الإشارات احفظي الإشارات وإذا ما عطوك إيها احفظيها من جوجل بس ما جاءت أسئلة كثيرة من الاختبارات معظم الأسئلة نماذج من هذا التطبيق عربي مركبة خفيفة continue بدء الاختبار طبعا عندك هنا 35 سؤال أنا الآن بحل عشوائيا وأضغط التالي عشان أوريكم في نهاية الاختبار كيف طبعا في نهاية الاختبار تختارين الجواب وتضغطين الانتهاء تقديم طبعا هذا لأن أنا قاعدت أختار عشوائي بس عشان أوريكم نهاية الاختبار بتطلع لك نتيجتك بعدين إذا حابت شوفين الإجابات تضغطين عرض الإجابات اللي بالأحمر هي الأسئلة اللي حليتيها خطأ اللي بالأخضر اللي حليتيها صح إذا تبغين تشوفين جواب سؤال حليتيه غرط تضغطين عليه بيطلع لك الجواب الصح بالأخضر واللي اخترتيه بالأحمر ما تضغطين بعدين للخلف هذا السهم لا تضغطين الرجوع إلى المراجعة عشان تشوفين باقي أجوبتك لأنك إذا ضغطي هذا السهم بيرجعك من البداية الاختبار كان بسيط وتافه جدا لأنه كان حرفيا من هذه الأسئلة وإذا ما اجتزتيه تعيدين بمبلغ سبعين أو خمسة وسبعين ريال بس برضو تأكد من الموقع اللي هو موقع المدرسة السعودية للسواقة لأن قد تختلف الأسعار حسب الزمن والسلام عليكم